ورسيله هو الممليون صدقاء العظيم على الراح شهدان طريقين أبراهيم قرى إلى جهة أسهار واليمين هذا عبد اللعبين ترعبية لا صدقاء لا صدقاء لا صدقاء لا صدقاء مرحبا صدقاء صدقاء عرب الحمد لله والشكر اليوم توجنا ببطولة المرحوم مصلح زنقنا لاعب فريق العودة السابق بعد الفوس بالمباراة النهي على فريق سومر نشكر كل من ساهم بإنجاح البطولة نشكر إدارة ملعب الدواسة لتوفيرها الملعب نشكر لجنة الجزائر ممثلة بالأخ أحمد جعفر والسيد عادل وكل الأخوة التي ساهموا بإنجاح النهائي نشكر عائلة المرحوم وهذا أقل واجب نؤدي الأخونا المرحوم مصلح نتمنى من السيد محافظة نينو عبدالقادر الدخيل وبداية مفرحة من ناحية الاهتمام بالجانب الرياضي وأعتقد شخصية رائعة عبدالقادر الدخيل بدايته كانت صحيحة وإن شاء الله ستكون خير فاتحة لدعم الرياضة بمحافظة نينو نشكر حضوركم ودعمكم للنشاطات الرياضية بمحافظة نينو الموصد تستاهل عانت أكثر من 23 سنة من دمار وفساد رياضي واضح وهذه الفرصة الثانية للجميع بأنه نصلح ما تبقى من شبابنا شبابنا أمانة بأعناقنا يجب أن ندعمهم من خلال توفير الملاعب توفير فرص عمل لهذا الشباب الرياضي وبإذن الله بإذن الله هاي سنة 2024 راح تكون فاتحة خير على رياضة محافظة نينو نشكر القائمين على بطولة المرحوم مصلح زنقة الله يرحمه برحمتي الواسعة اختتمت البطولة من ضمن 20 فريق صعدنا نهائي وهذا شفت الحمد لله على كل حال خسرنا بجزاءات الترجيحية الحمد لله مباراة كانت جيدة جدا من ناحية الأخلاق والانضباط داخل الملعب والجمهور كان له دور بارز في إنجاح هذه المباراة والحمد لله مباراة انتهى بفوز الاعتماد على فريق صومر بضربات الجزاء الترجيحية ونشكر جميع الحضور والقائمين على هذا العمل الذين يكلم دور بارز في إنجاح هكذا بطولة كانت مباراة جميلة اليوم ويا فريق 112 طبعا بطولة المرحوم مصلح رحمه الله وأسكنه فسيح جناتي قدرنا أنه ناخذ المباراة بركات الترجيح طبعا أضعنا عدة فرص خلال الشوط الأول والشوط الثاني لكن قدرنا أنه نحصل الثلاث نقاط الحمد لله ونشكر قناة الموصلية على حضورها ونشكر جميع الإعلاميين